بسم الله الرحمن الرحيم الفيزيائية صفحة مئة وأربعة وثلاثون إن أبرز ما تتعلمناه في هذا الدرس أن التغيرات الفيزيائية تكون غالبا قابلة للإنعكاس ولا تنتج مادة جديدة وهذا شرط مهم لا تنتج مادة جديدة عندما تسخن المواد تتحرك جسيماتها بشكل أسرع وعندما تبرد تتحرك الجسيمات دائما بشكل أبطأ ومن الأمثلة اليومية على التغيرات الفيزيائية هي انسهار الجليد وغليان الماء وقطرات الماء المتكون على الزجاج البارد أي التكاثف وكسر بيضة لأن كل هذه التغيرات لا تنتج أي مادة جديدة نتقل أحبائي إلى أسئلة الدرس السؤال الأول ما الصورة التي تظهر تغيرا فيزيائيا؟ لدينا أربعة صور الإجابة الصحيحية ذوبان المثلجات السؤال الثاني أي العبارات الآتية تصف التغيرات الفيزيائية بشكل صحيح؟ الإجابة الصحية أحبتي أي التغيرات الفيزيائية تكون غالبا قابلة للإنعكاس ولا تنتج مادة جديدة أي أن هناك بعض التغيرات الفيزيائية غير قابلة للإنعكاس ولكن عددها قليلا السؤال الثالث أشرح من حيث حركة الجسيمات كيف تتجمد المادة السائلة إلى مادة صلبة؟ الإجابة مع انخفاض درجة الحرارة تتحرك الجسيمات في المادة السائلة متقاربة من بعضها البعض إذن تقترب الجسيمات من بعضها البعض عندما تنخفض درجة الحرارة إلى ما دون التجمد تتحرك جسيماتها بشكل أبطأ إذن تقل سرعة حركة الجسيمات وتكون الجسيمات تركيبا يكون موقع الجسيمات فيه ثابتا وبالتالي تتحول إلى مادة صلبة السؤال الرابع أشرح من حيث حركة الجسيمات كيف تتكثف المادة الغازية إلى مادة سائلة أي التكاثف في المادة الغازية أحبتي تكون الجسيمات متباعدة جدا وتتحرك بشكل عشوائي عندما تبرد المادة الغازية تتحرك الجسيمات بشكل أبطأ في المادة السائلة تكون المسافة بين الجسيمات صغيرة ولكنها تتحرك وتتدفق وتتدفق فيما بينها أي أن الجسيمات تلاحظ أنها تتحرك فوق بعضها البعض في الحالة السائلة السؤال الرابع خامس ألاحظ الطالب تغيرا فيزيائيا في المختبر ويسجل قياسات الآتية ألف أكتب درجة الحرارة الابتدائية للمادة ألاحظ من هذا المقياس درجة الحرارة الابتدائية هي 110 ودرجة الحرارة النيائية هي 90 درجة أي أنها قلت الحرارة جيم في أثناء القياس الابتدائي ألاحظ أن المادة كانت في الحالة الغازية بعد القياس الثاني كانت المادة في الحالة السائلة لأنه حصل عملية تبريد محدد تغير الحالة الحالة أحبتي هي التكاثف أي تحول المادة غازية إلى مادة سائلة بسبب عملية التبريد دال كيف تأثرت سرعة حركة الجسيمات بتغير الحالة؟ أصبحت أبطأ سرعة الجسيمات وحركة الجسيمات أبطأ وتقاربت من بعضها البعض أي انخفضت وتوسط السرعة سؤال السادس انظر إلى الشكل أحدد نوع التغير الفيزيائي الموجود لاحظوا أحبتي إلى هذه الجسيمات كيف أصبحت كانت متماسكة ثم تبعدت عن بعضها البعض ولكن احتفظت بخصائصها نلاحظ أن أي مادة صلبة تذوب في مادة سائلة تحتفظ بخصائصها كما تشاهدون هذا باللون الأحمر إذن يتضمن الرسم التخطيط الأول تسعة جسيمات ذات نمط منتظم أي أنها مادة صلبة هنا هذه الجسيمات وجسيمات أخرى بدون نمط منتظم أصبحت تبتعد عن بعضها البعض أي أنها مادة سائلة تختلط الجسيمات الصلبة بالجسيمات السائلة وهذا هو تغير فيزيائي السؤال السابع خطط الاستقصاء مقارنة درجات انسهار الزبدة والجبن والشوكولاتة وأتوقع الطعام الذي لديه أعلى درجة انسهار والطعام الذي لديه أدنى درجة انسهار وأيهما سيكون الوسط الإجابة أحبتي طبعا دائما متغير المستقل هو العامل الذي نغيره بأن المتغير التابع هو العامل الذي نقيصه بأن المتغيرات الثابتة هي العامل التي نحتفظ بها لابد لنا أن نتذكر هذا أو تعريف هذه التغيرات المستقل العامل الذي نغيره التابع العامل الذي نقيصه المتغيرات الثابتة هي العامل التي نحتفظ بها كما هي إذن التقريبية طبعا أعلى درجة انسهار سوف تكون الزبدة من 32 إلى 35 درجة سلسية أو عفوا أقل درجة انسهار للزبدة من 32 إلى 35 الشوكولاتة من 40 إلى 46 والجبن عند 66 درجة المتغير المستقل المواد المختلفة مثل الزبدة الشوكولاتة إلى آخره الجبن متغير تابع هي درجة انسهار المواد المختلفة نسمي متغيرين ثابتين أحتاج إليه ما للتأكد أن الاختبار عادل درجة الحرارة الابتدائية نفسها كتلة المادة نفسها حجم قطعة المادة الصلبة نفسها أعدد الأدوات التي سوف أحتاج إليها الموقض الكحولي كوب زجاجي ونبوب غليان من قياس درجة الحرارة إلى آخره الإشهادات الخاصة الطريقة علامة واحدة لكل ما يأتي تشمل الطريقة استخدام من قياس الكتلة لقياس نصف جرام من كل مادة الجبن والزبدة والشكولات بعد ذلك نقص درجة الحرارة كل مادة غذائية ونسجل النتائج ننتقل أحبائي إلى الدرس الثاني وهو التغيرات أو مادة التغيرات الكيميائية صفى 148 تعلم أن التغيرات الكيميائية تؤدي دائما إلى تكون مادة جديدة وغالباً ما تكون التغيرات الكيميائية غير قابلة للإنهكاس من الأمثل على التغيرات الكيميائية في الحياة اليومية طهي الطعام، صنع الجبس، تحميص الخبز، اشتعال الألعاب النارية، ذوبان أقاس الدواء، وتصنيع الخبز ننتقل أحبة إلى الأسئلة ما الصورة التي تؤثر تغيراً كيميائيا؟ الإجابة هي دال ذوبان قوص الدواء أي من الأسئلة التي تؤثر تغير فيزيائي؟ الإجابة هي إعداد فقاعات الصابون أي من الأسئلة التي تؤثر تغيراً كيميائيا؟ الإجابة هي دائماً مادة جديدة سؤال الرابع أخطت وزميلي لصنق قال بجسم صغير، أكتب ثلاث إجراءات أمام، سأتخذها لمحافظة على السلامة يجب أن أحذر زميلي بأنه سيحرق أصابع يديه إذا وضعها في الجبس، في أثناء تصلبه، لماذا؟ لأنه ترتفع حرارته، أنه تغير كيميائي يؤدي إلى زيادة درجة الحرارة، ارتداء النظارات، حماية العيون، لمنى الدخول أي مواد إلى العين، غسل الجد بسرعة إذا لمس مسحوق الجبس السؤال الرابع الخامس، مضع مسمار في الخل، وقمت بقياس تغير درجة الحرارة، كانت هناك فقاعات على المسار، ارتفعت إلى السطح، كما كان هناك بعض المسحوق الأحمر، الذي خرج من المسمار واستقر في قاع مبوب الاقتبار نستخدم الشكلين المجاورين لأحدد درجة الحرارة الابتدائية والنهائية، الابتدائية كانت 22 والنهائية 26، ونلاحظ أن الحرارة ارتفعت أذكر إذا كان هناك أن هذا التغير كيميائيا أو فيزيائيا، أحبتي هذا التغير هو تغير كيميائي لأنه تم إنتاج مادة حمراء جديدة أي تغير في اللون، وارتفاع في درجات الحرارة، وظهور فوران، فقاعات السؤال السادس، يرغب طالبان في إجراء تجربة لمعرفة ما إذا كان عصير البرتقال أو الخل يتفاعل بسرعة أكبر من بيكوربونات الصوديوم أي صود والخبز يخطط الطالبان لمعرفة الوقت الذي يستغرقه التفاعل، أي عند انتهاء الفوران التغير المستقل أحبتي هو الخل أو عصير البرتقال ماذا يمكن أن نستخدم لقياس المتغير التابع؟ ساعة إيقاف ومشافة ساعة الإيقاف أسمي اثنين من التغيرات الثابتة حجم السال، درجة الحرارة، الكتلة نفسها، كمية بيكوربونات، الصوديوم، أو صود الخبز نفسها أقترح كيف يمكنني أن أتأكد من التغيرات الثابتة استخدام مخبار مدرج لقياس الحجم نفسه من عصير البرتقال الخل، استخدام قياس درجة حارة لتأكد من درجة حارة الابتدائية نفسها لكل المحلولين استخدام ملعقة لقياس كتلة بيكوربونات الصوديوم، أو استخدام ميزان لقياس كتلة بيكوربونات الصوديوم، الذي هو صود الخبز ننتقل أحبة إلى الدرس الثالث، كيف يؤثر التسخين في المواد المختلفة، صفحة 158 تعلمنا أنه يمكن أن يسبب تسخين المواد التغيرات فيزيائية وكيميائية يمكن أن تحدث التغيرات الفيزيائية والكيميائية بطرق متشابهة إذا يجب الانتباه إلى جميع الأدلة عند تصنيف التغيرات على أنها كيميائية وفيزيائية ننتقل إلى الأسئلة ما الصورة التي تظهرتها حدوث تغير فيزيائي؟ الإجابة ماء يغلي، غليان الماء تغير فيزيائي أي مواد الآتي لا يمكن حدوثه عند تسخين المادة؟ طبعا التجمد، معادة البيض، إذا سخناه بيض البيض فإنه يتجمد تغيرات الآتي تغيرات كيميائية وفيزيائية، وورقة تحترق كيميائية تسخين الزنك حتى يتحول إلى سائل فيزيائي، قص الورق تغير فيزيائي، تسخين النحاس حتى تتكون مادة صلبة سوداء على سطحه تغير كيميائي في هذا السؤال بدأنا ببلورات من مادة بيضاء صلبة عندما قمنا بتسخين المادة الصلبة تحولت في البداية من مادة صلبة إلى مادة سائلة، ومع الاستمرار في تسخين المادة السائلة تغير لونها إلى اللون البني وانبعث منها رائحة حلوة وحدد تغير فيزيائي حدث خلال هذه التجربة، انسهار ببلورات مادة البيضاء الصلبة لتصبح سائلة، وحدد دليلا على حدوث تغير كيميائي خلال هذه التجربة، تغير كيميائي تغير اللون وانبعث الغازات الرائحة الحلوة أقترع اسم المادة البيضاء الصلبة التي قمت بتسخينها، قد يكون اسم السكر المادة البيضاء هو السكر سؤال الخامس، درجات انسهار بعض الفلزات المختلفة مثل الالمينيو والذهب والفضة والفولاد والزنك أحدد الفلزات التي سوف تكون صلبة عند تسخينها إلى ثممائة درجة، الذهب والفضة والفولاد تكون صلبة أحدد الحالة التي ستكون عليها الفلزات الأخرى عند تسخينها إلى ثممائة درجة سليسية، الزنك والالمينيو سوف تكون هناك في الحالة السائلة أكثر معلومات حول أكسيد الكاليسيوم أكسيد الكاليسيوم هو أهم مكون في الإسمنت الذي يستخدم في تشييد المباني عند إضافة الماء إلى أكسيد الكاليسيوم تزداد درجة حرارة الخليط ويتحول المسحوق إلى مادة صلبة للغاية وحدد التغير الذي حدثه وأبين إذا كان تغير كيميائيا أو تغير فيزيائي التغير أحبت هو تغير كيميائي السبب أو الدليل انبعاث الحرارة وإنتاج مادة صلبة جديدة السابع أخطط لتجربة استكشاف كيفية تأثير حجم الماء المضاف إلى أكسيد الكاليسيوم في ارتفاع درجة حرارة الناتجة أكتب توقعي في نهاية الجملة كلما زاد حجم الماء المضاف إلى أكسيد الكاليسيوم درجة الحرارة سوف ترتفع إلى حد معين ومن ثم زيادة الماء لن يحدث أي شيء أحدد المتغيرات المستقلة ومتغيرات التابعة في تجربتي المستقل حجم الماء والتابع زيادة درجة الحرارة اذكر اثنتين من المتغيرات الثابتة كتلة أكسيد الكاليسيوم حجم بلورات أكسيد الكاليسيوم ودرجة الحرارة الابتدائية الطريقتين المحافظة على الأمن والسلامة ابتداء النظارات وعدم نمس الخليط اكتب إرشادات خاصة بخطوات مرقمة توضح كيفية إجراء الاستقصاء استخدام أدوات مناسبة مثل كأس زجاجية من قياس درجة الحرارة استخدام إخبار مدرج قيسة درجة الحرارة في البداية إلى هنا أحبتي ننتهي من مراجعة درسنا الثلاث من الوحدة الأولى إلى اللقاء في فيديو لدرس قادم شكرا على حسن الإصلاة والمتابعة